حضارة النسيج أطلق الكاتب لويس لومبار على الحضارة الإسلامية اسم حضارة النسيج إلى أن المسلمين أكثر من اهتم بصناعات النسيجية وطوروها وأبداعوا فيها ويعود تاريخ صناعات النسيج إلى ما قبل 5000 عام مع بداية استعمال الحرير في الهند والصين والكتان في مصر التي اشتهرت بمصارى نسيجها الملكي بالأسكندرية وتمدد الإسلام في الشرق وورسة حضارات احتل النسيج فيها أهمية بالغة فارتقى المسلمين بصناعته ونشاروها في أقالمهم الشاسعة حيث كانت اليمن تصنع البرد اليمانية وعرفت الشام الملابس الشامية وخاصة ما كان منها في شمال سوريا كما اشتهرت بغداد منسج السياب المتوكدية التي تنسب جمالها واتكون صنعها إلى المتوكل على الله الذي حكم من 847 ملاديا إلى 861 ملاديا طوروا المسلمون النور المتحرك للغزلة نسيج بالخلال التزليده والتناس في المتحرك بالقدم من أجل سورة وسورة العمل فانتشر استخدام هذه الأنوال في دول مختلفة في أسيا وأفريقيا مثل سوريا وإيران والشرق الأفريقي ومنها انتقلت إلى المغرب والأندل السمى أنحاء أوروبا كما صوقوا منتجاتهم أمر شبكتهم التجارية المنتدة حول العالم طبع عبرها الأقمشة والسجاجين وتألقت أصناف من المنسوجات وباتت علامات الجودة وبلغت صنوات السجاد ودرجة عليها من الإتقان وكانت ترسم عليها الزخارف ويسوم الحيوانات كالفيلة والخيل والجمال والطيون وتصبح بألوان سابتة بتصاميه الزخارف متنوعة وإشتغل السجاد الفارسي المصنوع من الصوف وحاملة أنواع السجاد أسماء المضع التي صنعت فيها